تقشف طموح يسعى من خلاله فرنسو هولوند لكي يضع فرنسا في مصاري الإصلاح والتشجيع على النمو لحل أزمة الديون الأوروبية الرئيس الجديد فور الإعلان عن الفوز يعكف في مشاوراته لتشكيل حكومة جديدة تصهر على الانتخابات التشريعية المقبلة لم يجد رئيس فرنسو هولوند الوضع بشكل جيد هناك ديون وليست هناك ميزاني قوية وهناك أيضا تظهر لليوروب المنطقة الاتحاد الأوروبي واعتقد أن فرنسو هولوند سيحرص على تأمين الأسواق بدعم من اليسار وهذا سيحقق التوازن والدفع بالتانفسية الأوروبية ويحرص فرنسو هولوند في خلق توازن في حكومته الجديدة بين أغلبية الشراكية والسعي في استقطاب طيار الوسط لميلاد حكومة تراعي البعد السياسي في العلاقات الخارجية خاصة مع دول اتحاد الأوروبي وللاشتراكيين طموح في تعزيز العلاقات المغربية الفرنسية فرنسا ستحرص في فترة ولاية فرنسو هولوند على تعزيز تعاون والصداقة مع المغرب كما وشأن مع بلدان المغرب العربي نحن نحترم تاريخ المغرب واختيارات الشعب المغربي كما نعتز بتقوية جوانب الإرادة القوية في الدعم بين البلدين الفرنسيون في تورة الصندق ودعوا الجمهورية الخامسة في مصاري الإصلاح التغيير بدأ من طريق الإلزي في انتظار المؤسسات التشريعية لتحقيق الطموح نحو البناء والتنافسية لكي تعيد فرنسا دورها المحوري في النسج الاقتصادي داخل الاتحادي الأوراق